واللي بدأناها بسؤال واحد من الأستاذة مية أحمد وكانت بتسأل عن بنتها اللي عندها 11 سنة واللي بتتعرض لتجاهل من زميلتها في المدرسة ما بيقولولهاش على الخروج أو على الحضور مثلا احتفالات عيد ميلاد أو كده يعني ما بتتعزمش والكلام ده كله فاحنا في الجزء الأول قعدنا نشرح أو نستعرض إيه الأسباب اللي ممكن تكون وراء هذه التصرفات سواء كان السبب فيها الزملاء أو الصديقات دول أو الأصدقاء دول اللي هم بره البنت أو يكون عند البنت نفسها أو حتى عند الأب والأم ممكن ترجعوا للجزء ده على وسائل التواصل وقفنا عند الفاصل وقلنا إيه ممكن أب وأم بقى يقولوا إيه الله هو ماله كده الدكتور محمد والبنتي وبتاع مكبرين الموضوع لإيه ما إن شاء الله ما خرجوا هم هيدايقونا هيقرفونا يعني ما إن شاء الله ما قالوا لها ولا إن شاء الله ما خرجوا ها نقول لهم إيه بقى وقفنا عند الحتة دي هنقول لهم لا الموضوع ده موضوع اللي هو إن هم يقولوا لها أو يعني اللي هو عدم تعرض الطفلة للتجاهل أو الطفل يعني الموضوع ده وفي العمر ده بيكون فارق جدا في المراحل التالية من حياة ولادكم وبناتكم فارق للدرجة اللي ممكن فيها طلب المساعدة من تخصص طب نفس الأطفال ياه للدرجة دي الموضوع الأصحاب ده بيفرق في المرحلة العمرية دي اللي بتاعت المراهقة يعني يفرق كده للدرجة دي الإجابة أيوة ودي نتيجة على فكرة دراسات كتيرة جدا جدا اتعملت اتعملت في الموضوع ده موضوع الصدقات وأهمية الصدقات في حياة المراهقين أذكر من هذه الدراسات أو كان أهمها على الإطلاق دراسة مهمة جدا اتعملت سنة 1987 وكانوا اللي عملوها باحثين مهمين أو الحياة اتنين هم كان واحد اسمه جوتمن وواحد اسمه باركر لدرجة أن الدراسة دي ونتائجها بقت بعد كده زي مرجع مهم في بيستخدم في طب نفس الأطفال والمراهقين من كتر ما نتائج الدراسة دي كانت موضوعية ومهمة استخلصوا إيه بقى الباحثين عن الدراسة دي اللي هي إيه استخلصوا فيها أسباب أهمية الأصدقاء والصديقات يعني بالنسبة للمراهقين والمراهقات خلاص؟ وكانت الأسباب يعني ليه الصدقات مهمة في حياتهم في الوقت ده قوي كده وبتفرق معهم قوي بتفرق معهم جدا على فكرة حتى لو مش مبينين للكوا مش مبينين يعني الأطفال بدرجة كافية بس داخليا الموضوع ده بيفرق معهم جدا تمام؟ إيه بقى الأسباب اللي بتخلي الصدقات ده تفرق معهم قوي؟ كان أول الأسباب اللي ذكرتها الدراسة هو الاحتياج إلى الرفقة الرفقة أن هم يكونوا عندهم رفاق يعني وده لكونهم من نفس السن وعندهم تقريبا قائمة مشتركة من الاهتمامات والمخاوف وحتى الأحلام صحي كده؟ طيب السبب الثاني اللي بيقول اللي يعني اللي قالته الدراسة أنه ليه الأصدقاء مهمين في حياة المراهقين والمراهقات؟ كان الاحتياج للتحفيز السبب الثالث لأهمية الصدقات بالنسبة للمراهقين هو الدعم المادي والمقصود هنا مش الدعم اللي هو الفلوس لا الدعم المادي ده بيكون في صورة تبادل المعلومات أو تبادل الأفكار وأحيانا بقى يعني تبادل اللبس وأدوات التجميل عند البنات ده سبب مهم على فكرة السبب الرابع لأهمية الأصدقاء بالنسبة للمراهقين والمراهقات هو ما يعرف أو عرفته الدراسة بمصطلح اسمه تدعيم الأنا يعني إيه تدعيم الأنا؟ يعني المراهق أو المراهقة بيكون عايز حد من أصدقائه يدعم ثقة في نفسه أقول لكم مثال شهير قوي حوار كده بيتقال ملايين المرات تلاقوا بنت مراهقة بتسأل بنت صحبتها وزميلتها في مراهقة يعني اللبس اللي أنا لابسها ده مثلا حلو علي فتقول لها آه تقول لها غريبة أصلا ماما قالت لي أنه مش لايق علي تفهمين قصدي؟ يبقى هنا هم بيحتاجوا حد يدعم ثقتهم في نفسهم عشان كده اسمها تدعيم الأنا تدعيم الاختيار أو الرأي أو الكلام ده كله السبب الخامس هو الاحتياج احتياج بقى المراهق نفسه للتدعيم بس داخل أسرته الله إيه علاقة الأصدقاء؟ هقول لكم برضو مثل شهير قوي لا إحنا مش موافقين يا فلان أو مش موافقين يا فلانة أنكم تروحوا الخروجة دي تقوم بنتك أو ابنك يقول لكم إيه الله اشمعنا حضرتك يا ماما أو حضرتك يا بابا بتقولوا لا مع إن أهل فلان أو أهل فلانة قالوا أنه هم موافقين فهمتوا أصدي؟ يبقى هنا هم استخدموا الأصدقاء لتدعيم موقفهم هم الشخصي وسط أسرتهم الأصدقاء هنا كانوا عامل مساعدة وأخيرا السبب السادس هو البحث وده سبب مهم قوي البحث عن إطار أو وعاء لخصوصية المشاعر يعني إيه؟ يعني المراهقات والمراهقين من الآخر كده بيدوروا على حد منصحابهم مع إن عندهم أسراره عشان يشاركوا الأسرار الله ده اسمها أسرار هم بيبقوا يعني أنا أسف في الكلمة عارف اللي يقولك إيه؟ بيفرق كده تلاقي البنت عايزة تقول سر خاص بيها لصحبته أو الولد عايز يقول سر خاص بيه لصاحبه أو زميله بيدوروا على حد يشاركوا الأسرار دي أو حتى الأخطاء بعيدا عن الأسرة يبقى علشان الأسباب دي اللي ذكرتها الدراسة المهمة دي وسواء كنا احنا مقتنعين بيها أو لأ فالصدقات مهمة جدا جدا في حياة المراهقين آخر نقطة بقى في السؤال أو في الموضوع ده يعني اللي تكلمنا فيه عايزة نبه حضرتك بقى يعني عايزة نبه حضرتك لها كأم وانت بدورك تنبهي بنتك لها هو ضرورة عدم تقديم التنازلات بهدف الحصول على عضوية نادي الأصدقاء دي الحكاية دي مهمة جدا يا جماعة والمفروض نعلم بناتنا وأولادنا إنهم لازم يرفضوا السلوكيات أو الأفكار الغلط من غير الخوف إن فطورة الرفض ده هيكون الخروج من جماعة الأصدقاء دول وللأسف فيه مراهقين ومراهقات كتير جدا جدا بيفضل عندهم صداقات رغم إنهم مقتنعين يعني بيكونوا مختلفين خالص عن الأصدقاء بتوعهم دول ليه بيفضلوا جزء من المجموعة لمجرد الخوف من الرفض أو الترد من المجموعة دي أو الخوف حتى إنهم يكونوا موضع سخرية من البقيين أو حتى الخوف من الإيزاء أحيانا هنا بقى إحنا كأولياء أمور كأمهات وكأباء لازم نبقى حاقة صد قوي جدا في حياة ولادنا وبناتنا ونشجعهم على اتخاذ القرارات السليمة مهما كانت نتايجها ولازم نشرح لهم ونأكد لهم إن حتى إحساسهم بالخسارة في الوقت ده ده يعني ده لو كان القرار هو قرار للتعاد عن مجموعة مثلا هو إحساس مؤقت إحساس الخسارة ده إحساس مؤقت وإحساس ضعيف لكن الإحساس الدائم والإحساس الأقوى هو إحساس إن إحنا أو إنتوا يعني كبنات يا بنات ويا أولاد إن إنتوا على حق وأخذتوا القرار السليم ده كان أول سؤال أو أول موضوع إتكلمنا فيه ترجمة نانسي قنقر